نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توقف الحكومة عن سداد فواتير القهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيدا لنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة شدد المركز على تحمل وزارة الأوقاف سداد كافة فواتير القهرباء الخاصة بالمساجد دون تحصيلها من المصلين أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أي كان استخدامها فطورة استهلاك القهرباء الخاصة بها دون أن يحمل ذلك على عداد المسجد